ん rethink كيف بتقدر绰ه كل مشاكل الشعر ياهو من الطرف للجفاة بآخر الفيديو رح ساوي شي مجنون لأول مرة بساوي رح يكون صاهل علينا сожалению folks للمنتجات اللي بتنسبه رح نقص هلو يا حلوين أنا عيوس وفيديو اليوم عن أكتر سؤال بنسأله وينما كنت ماشي بالشارع ولا على انستغرام ولا وينما كان بنسأل شو هو الروتين يلي بتتبعوا لشعري وكيف نقدر نعالج شعرنا ونحافظ على صحته تابعوا معي الفيديو لتعرفوا كيف بتقدروا تحلوا كل مشاكل الشعر من التلف للجفة تقولوني بآخر الفيديو رح ساوي شي مجنون لأول مرة بساوي شو بتتوقعوا يكون قولولي بخانة التعليقات وهلأ يلا نبلش أول شي لازم نعرفوا انه كتير من مشاكل الشعر بتكون من نقص بيتامينات أو من نقص تبزية لهيك ضروري تتأكدوا إذا هيدا المشاكل خاصة بالبيتامينات وبيكون حلها عادة بالبيتامينات أما إذا ما خاصة بموضوع البيتامينات رح نقشكون بكل التفاصيل يلي لازم تعرفوا جزقت لكم هيدا الفيديو لتعرفوا كل شي بخص الشعر بداية من طريقة غسل الشعر الصحيحة لطريقة استخدام المنتجات صحيحة بالشكل الصحيح وكيف تعتنو بشعركن بطريقة بيرفكت أول خطوة لازم تعرفوها هي انه نحدد نوع شعرنا هل هو بيفرز زيوت أو ما بيفرز زيوت شو هي مشكلته بالظبط هل هو تالف هل هو جاف من بعد ما نكون حددنا نوع الشعر رح يكون سهل علينا انه نعرف المنتجات يلي بتناسبوا مثلا أنا شعري كان تالف وبهيدي الحالة كان لازم استخدم له من شامبون لبلصم لماسكات تكون مناسبة لهيدي المشكلات بهيدي الخطوة ضروري ننتبه انه البروركتس يلي عم نستعملون للشعر يكونوا صحيين طبيين وهم شي يكونوا خاليين من المواد السامة مثلا الفارابين هلأ رح ننتقل للخطوات العملية وأول خطوة هي غسل الشعر طريقة غسل الشعر الصحيحة هي اني حط البروركت اللي هو الشامبو هون بس على بصلة الشعر ما بقربه أبدا على أطراف الشعر أبدا 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 لما بدي بلش أغسل شعري بدي أخذ أطراف أصابيائي ورح أعمل كأني عم بعمل تدليق لبصلة الشعر ولما أجي لشيلة البروركت عن شعري ديالي هو بهيدي الحالي الشامبو أول شي باخد شعري كله عميلي واحدة بتطفق تاني على الشعر وبمزح نزلو بهيدي القساطة من بعد ما كون استخدمت الشامبو إذا ما بدي طبق أي ماسكات على شعري رح انتقل مباشرة لخطوة البلسم والبلسم منبلش فيه بس بهيدا الفورت من الشعر شايفينو لهون وطلوع ما منقرب طريقة وضع البلسم كتير مهمة ما فيه إيش يجيب البلسم وامسحوا هيك على الشعر ما حاستفد شي يلي لازم أعمله إني رح أخذ البلسم على إيدي أوكي رح أعمل هيدا الحركة بالشعر كأنني عم بيكبس البلسم بقلب الشعر طريقة إزالة البلسم هي نفسها طريقة إزالة الشامبو فيه خطوة كتير مهمة بالعناية بالشعر يلي هي الليبئن والسيرومز يلي كتار من الناس بيغفلوا عنها ولكن هي خطوة كتير أساسية بمعالجة مشاكل الشعر قربوا شوي بيناتنا كنتوا تغفلوا عن هيدا الخطوة أه ولا لا؟ خبروني بخانة التعليقات حابة أعرف الماسكات كمان جزء كتير مهم للعناية بالشعر سواء كانت منتجة طبية أو كانت إشياء طبيعية الزيوت الطبيعية هي جزء كتير أساسي من روتين عينيتي بشعري وأنا بالنسبة إلي زيت المفضل هو الكوكونات أول لأنه بيغزة بيرطب وبيحمي الشعر وإذا بدي أحكي على المنافعه ما بخلص أكيد أكيد ما مننسى قص الشعر هيدا الخطوة لازم تتبعوها مرة كل شهر أو كل ثلاثة شهور حسب أدي شعركم تعبين ونصيحة صغيرة قد ما فيكن تتفادوا ساشوار الشعر والصفوة تفادوهم لأنه هن أحد الأسباب الأساسية بمشاكل الشعر تبس يلي بهيدا الفيديو بناسبه كل فئات وأنواع الشعر أما شعر الكيرلي لازم له شوية عينيه خاصة زيادة بالمناسبة ريتا هاي 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 دي ريتا زميلتي بقناة جمالكي وراح تكون عم بطلع عليكن أسبوعيا كمان فقلونا إذا حابين نعمل تشالنج للشعر الكيرلي واحضروا كل الفيديو زمات قفوشي وعملوا سبسكرايب باي باي وهلأ وصلنا للشي اللي قلت لكم عنه بأول الفيديو رح قص شعري لأول مرة لحالة كايز ما بخبركم قدش أنا متوترة هلأ رح احتاج أكيد مقص مشت وست مغايطات الخطوات سهلة وبسيطة بس دقيقة خرقزوا معي كتير منيح شو رح نعمل أول خطوة رح تكون هي أني رح أقسم الشعر بالنص من قدام لورة بعدين رح أخد الشعر كله لورة الدينين رح أربط أول ربطة هون رح أربط ربطة تانية دغري تحتها رح أسحبها تقريبا لنص الشعر من بعد أنه قل ربطت عن نص الشعر رح أخد ربطة تالتي رح أربطها تحتها مباشرة كمان رح أسحبها هيد الخطوة بتضمن لي أن الشعر رح يطلع على نفس المستوى ومن بعدها رح نقص تب كتير مهمة لازم تعشفوها قبل ما تبنشوا بهدي العملية هي أن الشعر ممكن يكون رطب ممكن يكون ناشف في حال كان ناشف أهم شيء أن تكونوا مسارحين ومنيح وعملين له ليس أو برشين تايس ساعدكم أنه يطلعوا شعر بنفس المستوى من بلش وهلأ رح ناخد الشعر كله لورة دينام ورح نرجو مرّة 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 هلأ تاني ربطها رح أخذها رح أربطها تحت أول ربطة ربطناها كمان ربطة مرّة واحدّا نسحط لنص الشعر كثير ومهم ان نتأكد ان المغايطات عسوي طعف وّهلّا ربطة التالتة وبعد هيدي الأخيرة المغايطة التالتة رح نازلها على مستوى الشعر يلي بدي أسمعنا هلأ إذا أنتو عم بتقصوا شعركن لأول مرة بحياتكن لحالكن مثل أنا بنصحكن أنه تخلوا المستوي اللي بركن تقصوه كتير قليل كرمان ما تنصدموا بالنتيجة فرح أخوت بس يعني أنا هل قدد وقلبين رح يوقف واحدة، اثنان، ثلاثة كتير مهم كمان أنه نتأكد مرة تانية أنه الشعر من تحت على سويت بعضه وهلأ أحنبلش بالخطوة اللي أنا خايفة منها كتير وراح نقص قص خبروني أنتو إذا شي مرة قصيتوا شعركن لحالكن لأنه أنا عم برجف جايز حزمياً عم برجف أوكي، يلا خلص يلا واحد، اثنان أوكي، أوكي تران واو وهلأ المالي الثاني، بس أكيد أن التوتر خفش شوي كالس شايفين أدى عن جات سهرهم مضاف ومرتبين وهلأ رح ننتقل للخطوة الأخيرة ما اللي بدنا نعمله هلأ هو أنه بدنا نشمع الخصلتين سوا بلنا نتأكد أنه نكون عم نربطن على نفس المستوى ورح أربطن على الآخر هلأ كل شي زايد عندي رح كون عم رتبوا وأعملوا جالس على سوات بعض رح نبلش أوكي، أوكي تارام يعني لو تشوفوا قديش صار الشعر مضيف ومرتب وما فيه أبدا شعر مقصة وأنا أبدا بعد رح عند الحلاء لأنه كتير حبيت كيف أنا قصيته كيف طلعت النتيجة وأنتو شو رأيكم تركوا لي بخانة التعليقات إذا حبيتهم نتيجة إي أولا وهيك بيكون خلص فيديو اليوم شفتوا؟ مانا صعب إنكم تقصوا شعركم لواحدكم بالبيت أكيد تركوا لي بخانة التعليقات شو حابين تشوفوا الفيديوز الجاية أنا شفت اقتراحاتكم من مرة الماضي بخانة التعليقات وعطيتوني أفكار لفيديوز كتير مهضومين رح تكونوا عم بتشوفوهن ونطبقهن سوا ما تنسوا سبسكرايب لقناة جمالكي وتفعلوا جرس الإشعارات لايك وفولو لكل أور سوشكي ميديا بلاتفورمز وأكيد تنسلوا تطبيق جمالكي وأنا مشوفكم بالفيديوهات اللي جاي باي باي